من باريس معي الباحث الجامعي الجيوسياسي سيد لاغا شاكروش مساء الخير أهلا بك معنا سيد لاغا عندما تتابعون هكذا موضوع وعندما يطلب أو يتم التحذير من دفع فدية للقراصنة كي لا تعتمد جماعات الإرهابية على هذه الأموال ولكن لدى أولياء أو الضحايا أو الرهائن ما الخيارات لديه؟ كيف هم ممكن أن يساعدوا في هذا الموضوع عدم توفير مصدر مالي لداعش؟ فضل هناك قضايا كثيرة مطروحة حول هذا الهجوم الإلكتروني لابد من تقييم هذا الهجوم هو هجوم عشوائي عام يمس عشرات الدول ويمس بالتحديد المصالح العمومية أي المستوى لقدماتي الذي لا يتطلب كثير من التأمين لا يمس البنوك ولا يمس الشركات الكبرى ولا يمس أجهزة الدول هناك فيه مقاربة مثل الإرهاب العام الذي يمس العامة ولا يمس أجهزة الدول هناك بين ما ينصح به هو عدم بطبيعة الحالم عدم دفع هذه الجزء لأنه فيه عملية قرصنة وعملية ترهيب لعموم الناس في بريطانيا في فرنسا في أوروبا وغير أوروبا لأن القضية ما يعادل 99 دولة هو الامتنع هذا المبدأ الأول لأن محتوى وقيمة المعلومات التي بمتناول العام هي معلومات غير مهمة للغاية غير استراتيجية غير أمنية لذلك دفع الفدية هو بمفهوم آخر تشجيع لهذه القرصنة وهذا الإرهاب الإلكتروني الجديد جديد هو هذا الإرهاب الإلكتروني يعني ربما تختلف فصوله بشكل بسيط صحيح ولكن هو ليس بعاصفة كما ذكر يعني عاصفة غير مسبوقة ربما تختلف تاكتيكات وإلى أي درجة هذا لأسلمك الكلام لأي درجة هذا مرتبط بخسائر التنظيم على الأرض هو جديد فإعتقادي جديد لأن في السابع كان هناك نوع من القرصنة الإلكترونية الدعائية ممكن جمعات إرهابية تتمكن مثل فيرنسا في مجلة الفيجارو مجلة شهيرة في فرنسا يظهر على بدلا من شعار الفيجارو يظهر شعار داعش أو غير داعش أما الآن هو الهجمة فيها العدد مصالع عامة تعطيل تعطيل مثلا في بريطانيا المستشفيات هذا فيه خسارة للمجتمع وللعوم الناس خسائر مالية اقتصادية كبيرة كبيرة لذلك مثلا لو نتصور هذه الهجمة الإلكترونية ذربت مثلا الطيران في يوم واحد نتصور أن كل طائرات العالم بما فيهم طائرات بريطانيا وطائرات الخليج العربي وطيار أي مكان تعطل هذه الطائرات القضية فيه خسائر لكن الخسائر هي مالية فيما لو تم يعني بوقت الراهن وبشكل عام كما بدأت حديثك أن كل التركيز على أفراد لا يتم التحدثون عن دول واستهداف دول وهي قرنة في الحقيقة هي قرصنة ما يسمى الفقراء أو قرصنة لأن حقيقة القرصنة هو ضرب نظام أمني لدولة مثل أي دولة أي كان تقييمنا لأي دولة مثل كوريا الشمالية أو مثل أي مكان آخر لأن ضرب مصالح أمنية لدول هذا قرصنة من نوع رفيع أما الآن إذا تعرض المستشفيات أصلا وضع الجماعات الإرهابية غير قادر على فتح هكذا جبهة غير قادرة وتستعمل القرصنة لو تعتذر من المشاهدين هي قرصنة فقراء وقرصنة قادرة بمفهوم هو تعطيل المصالح العامة وهذا يدل عن ارتباك الجماعات الإرهابية لا لجوء إلا لأعمال إجرامية من هذا المستوى لأن لو كان لهذه الجماعات الإرهابية وسائل تقنية وفنيات عالية يدل أن جماعات في حالة فوضى وحالة استغلال لا سليب الراهنة التي تستخدمها هذه الجماعات تدل على هذا الموضوع شكرا جزيلا لك من باريس باحث جامع جيوسياسي سيد لاغا شاكروش